موسيقى موسيقى بعد ما اكتثبت شهرة كبيرة على مساوى مواقع تواصل اجتماعي يوم الأربعة 11 يناير 2017 واللي صادف العمل بالزيل الجديد لرجال ونساء الأمن ومن خلال تصلي تشوف تفي الأضواء عليها تحت عنوان بوليسية البقوسة اليوم غدينقربكم كتر من حياة هاد البوليسية البقوسة واللي كتنحادم مدينة فاس النزهاء هي فتحت لنا أبوا بمنزلها وأسرر كتير كشفتها لنا وآجوا نتعرف عليها عن قرب مرحبا كانت شو تفي عندي صدات جو تشوفوا الحياة اليومية اللي كان عيشها البوليسية ديالنا ولد خرجت شهر تسعود 2015 من قنيترا متولة في المنزل العائلة والأم ديالها فرحانة بها الحمد الملكة الصغيرة وهي حول ديالها هو تكون شورطيها ونرد عليها لايستنهار أمار ويحبط قاع الشورطيات كلهم لايحبطهم بنت مزيانة بنت مزيانة كتطاع وريديها وكتنهار ديالها لايستنهار أمار كان عيش حياتي بحل أي فتاة مغربية يعني من اللي كان ندخل من الباب كان حيض لطلوني ديالي كتولي حياتي عادية فسط العائلة ديالي يعني ما بين المناج ديال الطار ما بين الأسبوع ما بين اللزامي ديالي يعني حياتي عادية بحل قاعب بحل أي فتاة مغربية ومن بعد هاد الكويس ديال أتايو المشحر جاو وقت العمل وآجوا نلبسوا الكسيفة جديدة وقبل ما تخرج نزهل العمل ديالها ضروري مرضا ديال واليدة نزهوك كل يوم كتوجه من منزلها إلى مقار ولاية أنفاس على ما تنسيرتها وهنا تعليمات صارمة قبل بدء العمل وفي مدار من الظهور بندين تفاس نزهى بشرت العمل ديالها وآجوا نشوفوا كيفاش كتتعامل مع المواطنين السرامة والقوة صفات كتميز بهم نزهى وهي مكونات ضرورية خاصة توفر في رجال ونساء الأمن يوالله يعونك اللي نزهى أريد أن نشير لواحد النقطة بالنسبة للمواطنين أن الصورة اللي كانت ديال الشرطي اللي واخد هالمواطن على الشرطي إحنا نحاولوا باش نبدلوا هذه الصورة يعني الشرطي دائما هو في خدمة المواطن نحن كينين هنا في خدمة المواطن يعني إلا كانت الجازر ديال المخالفات رمشي ضد المواطن يعني هذه الحد من حوادث السير وكذلك احنا خذنا واحد تكوين على مستوى المأهد الملكي للشرطة هو اللي كسبنا واحد المؤهلات يعني كما كتشوفو كان خدمو جميع الحالة ديال الطقس سواء كانت شمسو ولا كانت شتاح نديمة ديسبونيبل وبالنسبة كان ذلك التوقيت يعني نخدمو في الصباح نخدمو باللين معناش مشكل والشرطي ما هو مختصرش على شرطي المرور يعني تقدر تشوفني دباء أنا خدمة معك في المرور باللاتي شوية تقدر تشوفني شي تدخل كذلك تقدر تشوفني في الخافر ديالشي كونفوة والشي حافلة وكانت منها وفي الأخير كانت منها نكون أعطيت واحد صورة جيدة على الشرطة واحد صورة اللي بغتها المديرية للأمل الوطني بغت تعطيها للشباب بغت تعطيها للشباب على الشرطة على الشرطية الشابة يعني المرأة المغربية قادرة تدير كل شي حركتي الضو وأجي تاخد واحد مخالفة مع النزا وفي أوقات العمل من غفلوش الجانب الإنساني لرجال ونساء الأمنة واللي كيتمثل في تعاملهم مع المواطنين خصوصا منهم المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وبهذا مشاهدين البوغوسا دينا كتكون سالات العمل ديالها وكيف ما شفنا كاملين كيف اجدى زنهارها لحد غاوردات الوليدين والتفاني في العمل ومن خلال هذا البوغت خلخاص لنجزاته شوف تيبي تحية لكل رجال ونساء الأمن السهرين على حماية المواطنين ترجمة نانسي قنقر